شهدت القافلة الطبية التي نظمتها مؤسسة حياة كريمة بالغربية بالتعاون مع جامعة طنطة واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء شهدت فحص وعلاج 1292 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان وذلك في قرية محلة تير بمركز قطور بمحافظة الغربية كما شملت القافلة الندوة التوعوية لشرح مخاطر الزيادة السكانية بحضور الرائدات الريفيات من المجلس القومي للمرأة وذلك تماشيا مع سياسة الدولة هذا وتضم القوافل نخبة متميزة من أطباء جامعة طنطة في كافة التخصصات الطبية يتم خلالها تقديم خدمات طبية على أعلى مستوى للمرضى وصرف الدوائب المجان